أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن العالم ينتظر الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف في العالم لما يحويه من عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة وكذا قاعات العرض التي تستخدم أحدث أسليب وتقنيات العرض المتحفية وخلال اجتماع لمتابعة جهزية المتحف للافتتاح أشار مدبولي إلى أهمية إضافة اللمسات الجمالية للمنطقة المحيطة بالمتحف وكذا جميع الطرق المؤدية إليه لافتا إلى أهمية إقامة عدد من الفنادق العالمية في منطقة المتحف المصري الكبير والاستفادة من وجود مطار سفينكس في جذب أكبر عدد من السائحين من مختلف أرجاء العالم